موسيقى مرحبا أمامي مرحبا أمامي اليوم سوف نتحدث عن فريدي's law and induced E-M-F in straight wire أتيلا وشي أصدقائي E-M-F اختصار ل Electro Multi Force طبعا مين هو الفريدي تعال بنا نقول ونشوف أولا ميشيل فريدي from 1791 to 1867 طب يا ميستر ده from where British physicist and chemist آه عمل ايه ميستر great experimental scientist طب يا ميستر ايه الروز او ايه الcontributions بتاعته contributions to early electricity include number one invention of motor اه عرفتم مين يا اصدقائي اللي كان first invention of motor مين يا اصدقائي برافو عليكم فريدي هو first invention of motor generator and transformer وانا سمعك بتقول لي يا صديقي ميستر انا سمعت ان الموتر والجينريتور والترانسفورمر دول هناخدهم برافو عليك دول موجودين عندنا في الفيزيكس ولكن في اللي سنزقائي طيب ايه كمان يا ميستر ده كمان الالكترو magnetic induction يبقى هو قدر كمان يعمل في ايه؟ في الالكترو magnetic induction اخر حاجة خالص بدأ اياه يحط او رولز لايه؟ للالكتروليسيز طبعا حبيبنا الحلوين بتوع الكميستري او الشطر في الكميستري عارفين يعني ايه؟ مصبوط؟ طيب تعالوا بنا نشوف عندنا في حاجة مهمة جدا اسمها induced fields خلي بالكم من اول شابتر سري عندنا induction يعني عندنا induced fields طيب مين يا ميستر؟ مين اللي ساعد في كده؟ هنشوف دلوقتي اول حاجة magnetic fields may vary in time يعني ممكن تتغير through time طب ايه كمان؟ experiments conducted or proved that in 1831 that EMF electromotive force اللي احنا اخدناها في الطايتل والتركو دي معناها ايه؟ electromotive force can be induced in a third by changing what برافو by changing magnetic fields ايه كمان يا ميستر؟ حبيب تقول هن experiments were done by عندنا اول واحد مشيل فردي and جوزيف هنري يب احنا عندنا فردي وهنري اللي اتنين حطوا ديهم في دين بعض ووصلوا لي theory او لي rules مهمة جدا ده كمان لها applications في غاية الاهمية الريزال دية تاتل ليد or lead to فردي طيب ميستر فردي هقول لك تعال دلوقت حالا induced electric current ما له يا ميستر can be generated or can be induced in a conductor by a magnetic field هقول لك بقى المس في المدرسة في الكلاس قالت لك ايه قالت لك the i generate b برضو العكس مظبوط ايه هو ان the i can generate i يعني the i will be حبايب يعني the i generate b or be generate i ده كله which is called electromagnetic induction هقول لك على معلومة مهمة is produced by changing magnetic field there is an induced ام اف ما هو طالما طالما انا قلت لك ان في induced current طبيعي جدا يبقى في induced induced لي ام اف ايه كمان a current can be produced without battery ما احنا اتفقنا مش شرط يبقى معايا source بس لازم يبقى معايا source للفيلد اللي هو magnetic field طب ايه كمان ايه كمان يلا بينا نتعرف على اللي عملها اول حاجة خالص يعني الد completamente you ان كنتيجة الايه اصدقائي change of magnetic flux خلي بالكم اكدوا اللي اقاعا على كلمة change اللي سبب لانها تبقى موجودة في الرؤون طب يا مستر الاكسبريمينت دي عبارة عن ايه مستر فرادي او فيردي او ساينتيست فردي قال ايه? قال له انا عندي كويل. فين الكويل? اهو يا اصدقاء. وجبت ماجنت. فين الماجنت? برضو اهو. وروح تعمل ايه? حطيت جالفانومتر. حد فاكر بقى حضر معايا الشابتر اللي فات. وكنا تكلمنا في لسوم فور على الجالفانومتر. اتفضلوا يا اصدقائي قدينا بنستخدمه. يبقى احنا بالنسبة لنا مهم جدا نعرف ان الفيزيكس مرتبطة ببعضها. طيب. لما قرب الماجنت ايه اللي هيحصل? والله يا مستر. لقينا ان الجالفانومتر حصل له مع ان يا مستر ما فيش باتري. وطالما ما فيش باتري. المفروض انه ما فيش كارنت. بس احنا اتفقنا. هنيجي نعمل في الماجنتيك فلوكس. هيحصل جينريشن. لانديوز دي اي ام اف. وجينريشن لمين? لكارنت. اذا في كارنت? وزاوت. بدون. بدون ايه? ما يبقى معايا سورس. اه. طب يا مستر ممكن تبعد الماجنت ده شوية? خش على بعده. اه. الماجنت بدل ما هو كان نازل دلوقتي طالع. ايه اللي هيحصل? والله يا مستر. اه لقينا الجالفانومتر حصل له ديفليكشن. حتاك شايفي مستر احنا شايفين ان الجالفانومتر اتحرك الناحية التانية. ليه? ليه الدياريكشن اتغير? اصل انت يا مستر الماجنت بدل ما هو كان نازل بقى اب. يبقى طبيعي. هيفرق الدياريكشن في الدياريكشن بتاع الكارن. براو عليك انت اخدت بالك. من اللي انا عايز اقوله. طب يا مستر. ممكن يا مستر تجرب. تقلب الماجنت. يعني بدل ما يبقى النورس هو لنيحة الكويل. ممكن نغير? اتفضل يا صديق. انا غيرت. وخليت الماجنت توورد الكويل. فوجئنا يا مستر. ان ده شبه. او في حالة النورس لما يبقى رايب. تخيل يا مستر. احنا كده ابتدأي نحس ان في اختلاف فجر وان وتو سري. براو عليك ده الهدف. ده بتاعنا انك تعرف عشان لما يدي لك كده شوز في الامتحان. تبقى انت جاهز ليه. مش تبقى عندك مشكلة. اخر حاجة خالص. هيمسك الماجنت وهو على الوضع بتاعه اس تحت. وان فوق الساوز والنورس اقصد. وطلع الماجنت برضو هنلاقي ان بتاعنا اتغير. طيب مستر مفيش كده ازرف من الفيجرز اللي قدامنا. انا متوقع انك هتقول لي كده. تعالى يلا هوريك بقى فيجرات اجمل واجمل. عشان تبدأ تفهم معايا اكتر. اتفضل يا صديقي. جبت لك الماجنت. وحركته لك اهي. بينا خالص ان الساهم دايريكت. لمين? دايريكت للكويل. اه فوق بصوا بقى. لقينا ان دايريكشن بيتغير. طب يا مستر بعد ازنا حضرتك. هو احنا كده هنقدر نحدد دا. بناء على ايه? برافو عليك انت كده ابتدت تسبق الاحداث معناها ان انت فهمت اللي انا بقول. مليون المية دا لازم احدده. احدده ازاي? بناء على رول. ايه هي الرول? خدنا مع بعض قبل كده? اللي هي الكولوك وايز والكاونترا كولوك وايز والكاونترا كولوك وايز والكاونترا كولوك وايز وطبعا اللي بيساعدنا في جدا مين? هناخدها كمان شوية. بس انا هنا جايب لك كمثال توضيحي فيجر الى اكتر عن الفيجر اللي فات عشان تأكد المعلومة عندك. يلا انا بتحرك نورس او بتحرك النورس الكويل. لقيت ان بدأ يبقى من زي ما انت شايف. اتفضل اقلب يعني غير لي بتاع الماجنت بدلا ما هو خله لي موفينج اوي. واخبالك يا صديقي ايه? اللي حصل? اللي حصل. البولاريتي اتغيرت. يعني ده هاية. كمان الاس الاس اللي انا اللي هو الساوز? يلا ابعدهو مستر عن عن الكويل? هنلاقي ان البولاريتي بوستيف نيجاتيف. طب يتفضل اكمل بقى لما خلناه بدأ يبقى حصل يعني للبولاريتي بدأ ما تبقى بوستيف نيجاتيف. لا ده بقى نيجاتيف بوستيف. ده يأكد لنا. ان الموشن يا اصدقائي. تفرق. طب واحد ممكن يقول لي. يا مستر طب لو محركناش المجند خالص. ها ها. انا سمع حد بيقول. يا مستر يبقى ما فيش وطالما ما فيش مفيش مفيش كارت. لو سمحت روح اعمل لي عشان اخليه في شوفوا بقى الفيجر اللي بعده. اللي هيكد لكم الموضوع ده قوي. طبعا كلنا ما كناش شايفين الكارنت. كنا بس شايفين بتاعه. رحنا جبنا بقى ايه? جبنا الديجيتال الملتميتر او الاميتر. سمع حد بيقول لي. الاميتر خدناها مع حراك يا مستر. في تشابتر تو. رابع عليك. داي من الفيزيكس المرتبطة ببعضها. اوعى ترمي معلومة انت خدتها. لمجرد ان انت بعدت عنها ودخلت في جزئية جديدة. لأ. خلي بالك هنا. مندي لك الصين هنا نيجاتيف. ليه? لان الدياريكشن توورد. ليه? لان الدياريكشن واضح قوي. انه كلو كويس. خلي بالكم. لما اقول كلو كويس. يبقى كايني بقول نيجاتيف بالزبط. مظبوط? طب قرب كده. شوف الناحية التانية. هتلاقي ايه? هتلاقي ايه? ان الماجنت ستيشنري. فين يا مستر ستيشنري? اهو يا صديق. ازن الحالة اقولها كان فيه موشن. والموشن كانت ايه? كانت توورد. مظبوط. طب انا وقفت ايدي ما بحركهاش. ماسك الكويل وما حركش ايدي يا مستر. انت لو ما حركتش ايدك مش هيبقى فيه في الفلاكس. وفي الحالة دي مش هيبقى فيه عشان كده يا صديقي. قاري هنا ايه? قاري زيرو. طب شوف كده الناحية التانية. لما تحرك موفينج اوي. يبقى انت يعني وبالتالي. واضح جدا ان الفاليو هنا ليه? لان موفينج اوي. خلي بالك. هقول لك على معلومة بين وبينك تسايفها عندك. ايه هي? لما تبعد عن عن اعرف ان بيحصل لها ليه? اصلي يا مستر بتتأثر بال وبالتالي هتبعد ال الانتنس دي هتقل. لان مش بتحب خلي بالكم بقول لكم تركات بتجي في الامتحان. مهمة بالنسبة لنا جدا. طب هوريكم بقى حاجة تانية. تاني او تاني. شايفين يا اصدقائي مين السيلندر ده? ده الكويل. ومين دي? دي طب يا مستر. هلاقي ايه? هلاقي ايه? ايه ايه. اه طب ايه كمان? ده كمان لو انا لقيت كويل او لقيت الماجنت واخد شكل او الكويل واخد شكل وعمل قط ده معناها ايه? معناها في انهي حالة في انهي حالة لما لاقي نفسي يعني الانجل بزيره. ازا ايه مزبوط كده? طيب ازا اقدر اقول بقى اللي احنا اخدنا مع بعض الوقت ايه السمر بتاعه? ايه الملخص بتاعه? اول حاجة. زي اميتر ديفليكتز هو انزا ماجنت از موفينج. ايه يا اصدقائي? شايفين اللي انا شايفه? طورد او او ايه فروم زالوب. خلي بالكم. اوعى تخلي ايدك سابتة. مفيش هقول لك شكرا مفيش شكرا مفيش لسن النهاردة. ازا لازم اعمل او اعمل موشن يبقى موفينج توورد او رويه. ايه كمان عايز تقوله ميستر? زي اميتر. هايحصل ديفليكشن. امتى? هو انزا لوب او رويه. عارف هناك انه بيقول لك ايه? يا اما تحرك الكويل اللي في ايدك. يا اما تحرك الماجنت اللي في ايدك التانية. ازا اي موشن سواء في الماجنت او 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 في الكويل او 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 هيعمل لك هيعمل لك using the current. therefore ايه بقى؟ that the magnet is moving relative to it. او. لو انا خليت الماجنت stationary وانا بحرك الكويل فكأن الماجنت بيتحرك نحييتي وبالتالي we relate this detection sensation to a change in the this is the induced current that is produced by an induced EMF. بكده نكون خلصنا يعني بكده نكون خلصنا اول main point. هقول لك يلا بينا نتعرف بقى على عشان نعمل ايه? في زي ما اتفقنا وزي ما تعودين مع بعض. بيقول لك ايه? يعني انا اقدر اعمل ايه? بتاعة عن طريق ايه? عن طريق طب يا مستر ايه اللي حصل? لو انت متضايق من تحتها انا هقول لك دلوقتي اهو وخط مكانها ليه? لان في زي ما قيلكم بيقولوا دايما ايه? يا مستر احنا خدناها في خدناها يا صديقي اللي اتنين واحدة. اما حاجة تبقى فاهم مش حافظ فيزيكس. مستر خدناها في دلتا فاي. يا صديقي دي فاي تنز تو بي دلتا فاي. والعكس صحيح. يعني لما اقول لك دي فاي هي هي انها دلتا فاي عشان يبقى في تشينج ان طايم دي تي او دلتا تي. ازن ايه ميف? ايه? مستر انت اقولت ايه? بقول لك ابسلون. اللي هي او النطق بتاع السيمبل اللي قدام. يبقى اللتر ده. بتاعه اسمه ايه? بيتقال ازاي? ابسلون. يبقى ابسلون اقوال. هو ده يا صديقي اللي بنسميه بس عايز اقول لك حاجة. اوعى تنساني واوعى تنسى ان الفاي ده هي زمان كانت ايه? حد فاكر غير يا اصدقاء ايه? برافو عليك اللي قال با. او بي ايه? اوعى تنسى? لان ممكن اخبي عنك الفاي? ودي لك البي والاي? واقول لك اتفضل هاتل ايبسلون. طبعا انت تعرف ان الفاي ايكولز بي ايه. يبقى لازم تنقون بصح صحيحين اكتر من كده شوية. يلا اقدر اقول في الاخر عبارة عن ايه? 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 ماجنتيزم. يبقى ازا الالكتريستي والماجنتيزم. دول كان فراديل اللي رول مهم جدا في الفترة او في البيزيكس او الفانضامينتال تأسيس. تعالوا بينا يلا. برضو لما نلاقي يعني ايه? شايفين الفجر الاولاني وشايفين الفجر التاني. واضح جدا ان فيه في البي. واضح ان الجزء اللي هو الجزء اللي هو اللي هو اللي هو السهم اللي قدامكم الوضعي. طب ايه كمان يا مستر? ده كمان ممكن يحصل في الاريا. واضح ان فيه او فيلد لاينز وادي الجزء الريكتانجل هو الاريا. شوفوا الشكل التاني. شايفين الفجر ده? واضح جدا ان الاريا بريتر زين الاريا اللي هي في طب انا كده غيرت حاجتيه. غيرت البي وغيرت الايه? فاضل الاخر حاجة خالص. اوه وتقلقه. ايه هي? الانجل. يا ترى? شين زي? او ريتيشن. يعني احنا عندنا هنا او الروتيشن. الروتيشن بتاعنا. برافو عليك يا اللي قال لي الانجل. صح? ما انا كايني بتكلم فهلا على الانجل. كايني بتكلم على الانجل. يب ايزا شايفين الفجر اللي برافو. الوضع الاولاني او الانجل بناينتي. خلي بالكم. الوضع الاولاني هيبقى واضح ليكم انه هو بارالل. لكن في الواقع المنظر ده ده بيبقى السيتا بناينتي. طب هيعمل الانجل بفورتي فايف. طب هيرجع تاني. ييه? اللي احنا بنحطها بارالل. خلي بالكم. افتكروا معايا الليسن بتاع التورك. كنا بنلغبط السيتا. بدأ ما نخليها زيرو بنخليها ناينتي. وبدأ ما ناينتي بنخليها زيرو. ركزوا لأول في الحتة دي. مهمة جدا جدا. طيب كمان تعالوا شوفوا الفجر ده. اللي هو بيبين يا ترى لو حصل لو حصل لو ايه? للفيلد. يا ترى بتاعة هتبقى ماكسمم ولا ميلمم? يا ترى هتبقى بزيرو ولا ماكسمم? طبعا لما اعمل روتيشن بانجل ناينتي. لما اعمل روتيشن بانجل ناينتي. هيبقى في الاخر هتلاحظوا ان الكويل عامل انجل ناينتي مع الفيلد او الفلوكس لاينز. يعني ايه? يعني وصلت للماكسمم. اما العكس لو لفيته بانجل ناينتي فرجع تاني لزيرو. فبالتالي كأنه اصبح باراليل. طالما اصبح باراليل. مش هيحصل قط للفيلد. وبالتالي يا اصدقائي مش هيحس بالفيلد اللي جاي. يعني مش هيحصل الالكترو موتفورس. وهقول لكم ما تلاقوش. تعالوا بينا نشوف الاجزامبل اللي بعده. ونشوف يا ترى احنا استوعبنا الجزء اللي فاتت. نشوف الاجزامبل بيقول ايه? اكويل اف تو هندرد تيرنز. برافو اللي قال لني دي الان. اف زيرو باين زيرو زيرو سبن ويبر. او هتنسوا بقى اتفقنا. اليونت بتاعة الفلاكس. الويبر. من شاطر يقول لي. يا ترى الجيفن ده برافو اللي قال لي فاي. طيب. اف زيس فلاكس تشينج زيرو باينت زيرو زيرو فايف. واضح جدا يا اصدقائي ان الفلاكس ديكريزد. وطالما الفلاكس ديكريزد هتكتشفوا حاجة مهمة قوي واحنا بنحل الاجزامبل ده. ركزوا معايا جدا. طب يا مستر لو افترضنا ان دي فاي. يبقى دي فاي وان ودي كمان فاي تو. زيرو باينت وان. ده تايم. يبقى دي بالنسبة لنا هي تي. طيب. كالكليت. زي انديوزد الاكترو موتي فورس. جنريتد. ان ذا كايل. يعني عايز الانديوزد اي ام اف. طب يا مستر احنا خلاص مع حراك ما وضناش خايفين من الاي اكزامبلز او اي بروبلم. اول الحاجة بنحط بعد كلمة الجميلة. يعني ايم اف اكوالز ان دلتا فاي اوفر دلتا تي. طبعا في برة. ايه ما تنسوني. لان دايما الانديوز دي ايم اف ما لها. برافو عليكم. بتبقى في الابز يعني بنحط لها النيجاتف صحيح. يبقى نيجاتف ان دلتا فاي اوفر دلتا تي. ايه رايقة شو للنيجاتف? وابدل بدل ما احط فاي تو ماينس فاي وان? لا. هحط فاي وان مينس. فاي تو. اوفر زرو بوينت وان. اف. خلي بالكم. ممكن تبقى او تبقى بناء على ايه? يا ترى الفلاكس ولا ناخد بقى اجزامبل تاني. عشان ناكد تاني. او عشان ناخد بالنا من التركات. بس هتلقى اجزامبل المختلف شوية. تعالوا بنا نشوف. بيقول لي. يعني ايه هي الطرق? ايه هي الشكل العام اللي يخلي يحصل لها ايه? يحصل لها يا ترى ايه هي الاسباب? اول حاجة عندنا. طبعا واخدين بالكم من الرول في اللي فات? الام اف بتحب ايه? بتحب الان يا مستر. طب وايه تاني? اللي هي الفاي اللي هي مستخبية جوه البي اللي هي ميو اي وبر تو باي دي او ميو اي ان وبر تو ار اللي هي الدي وطفر كل الروز بتاعت البي بيبقى فيها ميو. ازن اللي هي عشان تفتكر معي اهو. انا وانت بنفتكر سوي خلي بالك. اللي هي ايه كمان يا مستر? يعني يا صديقي تخيل معايا افتكر السلايد اللي فات او اللي قابله لما كنا مسكين الماجنت وبيتحرك توورد او اوي. كل ما اتحرك الماجنت اسرع يعني كل ما الفلوستي تزيد. برافو عليك. الام ايف هتزيد? اللي هي الفولت. طب حركوا اسرع كمان. طبعا ده في الاخر. كمان يعني يعني ايه يا مستر كمان نمبر فور بيقول لي. او طبعا لو زودنا البي هيحصل في الام ايف. كلكم عارفين من شابتر وان ان انا وعملت مليون المية. هيحصل في ديت بالنسبة لكم انتم عارفينها. طبعا بالنسبة لنا كده احنا خلصنا اهم جزء في الليسون بتاعنا بس لازم قبل ما سيبكم بقى في البرت ده لازم ادي لكم الاجزامبل اللي جاي في غاية الاهمية بيقول لي. اين فورم? which time varying? magnetic field acts through or passes through? a circular coil. whose normal is parallel to magnetic field. النورمال بتاعه آآ. يعني بدين الاريا. and it has a resistance of one ملي اوم. one ملي اوم. بفاريس with time as shown in the graph. ولا تقلق قدامك الجراف هو. ادل بي وادة تي. يعني تفضل حضرتك. مع التايم. يعني بمعنى اضكك اني بقول لك. لو سمحت هاتل عند الاي والبي والسي والدي. طبعا الجميل. لو سمحت الايم اف. مستار لو سمحت الاي والس بي اي. اللي احنا بنقولها بيننا وبالبعض. با. يبقى يعني اللي هي اصلا خدناها في اي اي ار هي 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 اللي 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 ساعد بنقولها كده بيننا وبين بعض محدش سمعنا. بات. ابسلون اقوال بات. ولو في ان برافو اللي قال لي نبات. خلي بالكم. هكتبها لكم على جنب كده. اصل انا بحب الطلبة بتوعي يبقوا مميزين. مين اللي اقوالز نبات? الابسلون. فين الان يا مستر? ما هو النمبر بوان. لكن ان جنرال ابسلون اقوالز نبات. ان بي اي اوفر تي. طب الكيس اللي عندنا الابسلون اقوال بات. طب في نفس الوقت الابسلون اقوال اي ار. شكرا يا مستر. احنا معنا الار. ومعنا البي والاي والتي. نقدر نجيب الاي. فروم زيرو تو سري. طبعا يا مستر. فين الفجر او التشينج فين? اتفضلوا يا صديقي. تعال هنا بص. بص في الجراف الجميل ده. هتلاقي التشينج. طبعا البي بدأ من اين? بدأ من الزيرو. وصل لكام? للزيرو بوينت وان? ما تهلقش مكتوبة. يبقى احنا كنا زيرو وبقى انا زيرو بوينت وان. يبقى الدلتة بي زيرو بوينت وان معنا زيرو. مصبوط. طب الاريب كام? ما انا قلت لك تن باور نيجاتف توم متر سكوير. اللي هي زيرو بوينت زيرو وان. طب والبي. البي طبعا احنا عرفنا من هنا كده عرفنا الاكويشن دي. اللي هي بتاعة اي. ايه? نيجاتف اي بي. اوبر ار تي. ادي الايه? وادي البي. وادي. الار تي. طبعا البي. زيرو بوينت وان. اوبر ثري. هيدينا في الاخر. نيجاتف. زيرو بوينت زيرو. ثري ثري ثري. وطبعا يا اصدقائي. ترجعوا عراية بقى بالكالكوليتر الجميلة. تحسبولي. وتطلعوا لنفس الارقام دي. تمام? يبقى ايه اذن? ادي الزيرو يا اصدقائي. وادي الثري. مظبوط. اذا قدرت اقول ان في الانترفال دي عبارة عن ايه? عبارة عن نيجاتف زيرو بوينت ثري. زيرو ثري. طيب. اللي هي الانترفال التانية. من ايه? لبي. ثم من بي لسي او من بي لدي. تعالوا بينا. نشوف. طبعا خلي بالكم. خلي بالكم. from three to five. there is no change. انا بتمعك اللي بتقول يا مستر انا عمال اقول بس احرك مش سمعني ان الانترفال دي مفيش فيها current يا مستر. لان حضرك قلت ان في اللي فاتت لازم يحصل تشينج. والانترفال دي يا مستر? ما فيهاش اي تشينج. يبقى في الحالة بتاعتنا يعني نقدر نقول انه بزيرو. طب ناخد بقى الانترفال الاخيرة. اللي هي from b to d. يلا بينا. في الانترفال الاخيرة بيقول لي. نفس الاجزامبل اهو. ونفس الفيجر قدامنا. يلا. ها? ال b عندك موجودة زرو بوينت وان. يا طرى بقى. ال db by dt. ال db by dt. يعني زرو بوينت وان. اوبر الطايم بتاعنا اللي هو بالنسبة لنا سيكس. يعني ال اي 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 اوبر ار دي بي باي دي تي. برافو عليك اللي بتقول لي احنا كتبنا دي المرة اللي فات يا مستر مصبوح. يبقى زرو بوينت وان. مينس زرو بوينت وان. اوبر زرو بوينت زيرو وان تايم سيكس. يعني في الاخر بتاعتنا طلعت. بلاس او بوزيتف. زرو زرو بوينت زيرو وان سيكس سبن امبير. بش هوصيك تلاجع معايا الفاليوز ديت. انا ممكن اغلط انت لأ. لازم انت تشيك ورايا بالكالكليتور. كأنهم في الاخر. احنا قلنا الفترة بتاعتنا او الانتيرفل. من فايف لاليفن. ده في الاخر. اتفضل ادي الجراب بتاعك اهو. اللي انت شفت في اللي فات. وادي الجزء المتبقي. اتفضل ادي البلوت. يا مستر الفاليو الاولية بتاعتي اللي هي نجد في زرو بوينت زرو سيفن. وبعدين زيرو. وبعدين الفاليو التانية بتاعتي اللي هي بوينت زيرو وان سيكس سيفن امبير. احنا كده عملنا بلوت للكارنت. طب يا مستر السؤال دي لو كان قابلني من قبل ما حرجتش رحولي. انا ما كنتش عارف حلو. بص يا صديقي. انت اول حاجة اعمل ماناكش تقعب خالص. ثم بعدها ركز في اعمل جراف تاني منفاصل. كان انت بترسم ادي الكارنت. وادي الطايم. وانت بالنسبة لك حط اللي ظهرت ليك ما تقلقش. مش لازم ترسم او الجراف على الجراف اللي نعمل دهولك. اهم حاجة تبقى فاهم الجزئية بتاعتك. وعشان بقى الجراف بتاعنا لازم نكمله ونجمله ازاي? نحط بقى اللي ظهرت معنا. ادي الاي في الاولانية. وادي او بتاع الكارنت لينز لو. لينز قال ايه اصدقائي? لينز استيت ذات. ذا انديوز كارنت الووب. ذات. ركزولي او يا اصدقائي. ذات اوبوزز ذات شينج ان ماجنيتك فلاكس. هقول لك يا صديقي كأن حد عايز يأثر فيك. بس انت بتريزست او انت بتعمل اوبوزز او اوبوزيشن. ده معناها ايه? ان برضو بيبقى عندنا بس احنا عرفنا ان فردي اندكيت ذات انديوز ام اف اند شينج انفلوكس هاف اوبزت الجيبريكسين. اللي هي النيجاتيف دايريكشن. طبعا الفيزيكال انتربيتيشن ده. الانتربيتيشن او ده عمل ايه? هاس كم تو بي نون از لينز لو. يعني كأن العلماء يا اصدقائي بيساعدوا بعض. واحد بيطلع بالثيوري والتاني بيقول له انا هكمل وراك. انا هكمل على الثيوري بتاعتك. ليه? عشان خاطر او يفهموا يا ترى ايه اللي حصل? مظبوط? طيب خلي بالكم من اللي دخل في الجيم? احنا قلنا او هيرنش لينز اللي هو عمل لينز لو. طبعا قال ايه? من هديك فلاكس? طبعا اتفقنا لما بناخد اي معلومة جديدة او ايه جديدة? لازم نطلع الرول بتاعها عشان نقدر نعمل اذا بالنسبة لنا. اول حاجة. وكأن الكويل لأصدقائي بيقاوم زينا بالظبط لما لاقي في حاجة فانا بقاومها لما انا بعمل لها ده بيحصل بالظبط مع الكويلز طبعا نقدر نقول ده الابداع في الحاجة اللي قدامنا التاني حاجة ايه دي ام اف مالها في الراجعة على الاكويشن اي ام اف اقوالز ان دلتا اي ام اف اقوالز ان ان دلتا اف اول دلتا تي صديقي ركز اوي لما اقولك انا이�Clars. ركز اوي لما اقولك ان اكويل. الوضع المختلف. غير لما اقولك انا هنا مجرد اني بفكرك. طب يا ترى بقى يا ترى الرول اللي انا هشتغل بي ايه? دلوقتي يا ترى هيوب عبارة عن ايه? يلا. طبعا بالنسبة لنا الرول او الميثود اللي احنا بنستخدمها عبارة عن مين اللي اخترع الميثود دي? مين يا اصدقائي? برافو عليك يلي قلت ليه? يبقى اذا بالنسبة لنا دي اسمها فليمينج رايت هاند رول. اللي هي بتقول اف بي اي. اف بي اي. الثامب بالنسبة لنا. طبعا نخلي صوابعنا بالضبط زي المنزر اللي قدامكو ده. الثامب هي الاف. والفينجر الاولاني هيبقى بي. والميت فينجر هيبقى هيبقى الكارنت اي. بنقولها بطريقة بسيطة. اف بي اي. كمان الثامب بيعبر ايضا يا صديقي عن الموش. ركز معاي. يبقى الموشن او الفورس اللي هي الاف. بيبقى بتاعها اما الفيلد والكارنت كده بالنسبة لنا دخلنا على عايز بقى العايز اعرف الرول بتاعي ايه دلوقت زي ما عرفت بالنسبة للكيل بيقولك شايف الفجر اللي قدامك? شايف الجالفانومتر? لاحظ جدا ان الجالفانومتر ده هتلاقي فيه او موشن للبوينتر. نتيجة ايه? نتيجة اللي فيه كهربا في الواير. يعني ايه كهربا? يعني مظبوط? طبعا واضح جدا. الناس الشطار بقى عارفين ان ده طبعا ده انتو ولا قوت? طبعا برافو عليك ده بالنسبة لنا انتو. يلا بترماين بقى ازا دا او حد ممكن يقولي? قلناها في اللي اللي فات. برافو اللي بركز معاي وبيقولي يا مستر. ده يا مستر? حضر بقى قلتونا او قلتونا ان ده رول. طب الرول بقى. الرول اللي يخليني اعمل في وابدأ احل. يلا. بتحب البي. بتحب الال. بتحب البي. بتحب البي. اه يعني اه يا مستر. مظبوط. وكمان بتحب الساين سيتا. اذا كلكم عرفتوها خلاص. كلكم بقيتوا اشتر مني في الحتة دي. دي للابز مظبوط. دي من الانديوز تبقى في ساين سيتا. سمع حد بيقولي مستر انا عايز اقلف حاجة واقولها. برافو عليك. حلو كويس جدا. ليه? عشان ما نساش الرول. يبقى ساين سيتا. نشوف بقى اللي بتأثر على طبعا الرول الجميل. اللي انتو خلاص حافزتوه. اول حاجة عندي. طبعا دايريكت. لانه واضح جدا من الرول ان بتحب الفلاستي. طب ايه كمان? ده كمان مع البي دايريكت. واضح جدا من الرول. ايه كمان? ده كمان مع الساين سيتا اس دايريكت. اخر حاجة خالص. كمان مع اللينز بتبقى بتبقى دايريكت. كلهم دايريكت مع الانديوز اي ام اف. زي ما تعودنا مع بعض. بناخد عشان خاطر ما نسيبش ولا بوينت في الليسن بتاعي. ما نسيبش ولا نقطة ليه? عشان نبعملنا مزبوط ليه جميع اجزاء الليسن. يلا بينا الجميل. يا ترى بتاعتي ماكسيمم. يا ترى ماكسيمم. يا ترى اقوال زيرو. اعرف بقى امتا? يعني الفلاكس بربندكر على الواير. جميل. ايه كمان يا مستر? يلا زي ما انتم شايفين. عمل كط بس كط بربندكر. تانية حاجة. زواير طب مزبوط. الكلام ده مزبوط يا مستر. مزبوط. والشكل بتاعنا واضح جدا هو. اخر حاجة. يا ترى امتا بزيرو? لما تبقى يعني في الحالة دي. ما عملش ليه كط. وبالتالي ما نقدرش نقول انه اصلا في خدنا وخدنا وخدنا الرول. طب يلا بينا بقى. بستنين ايه? يلا نفش على الامبر. بيقول. يعني ايه ده? يعني دي القل. برافو عليك. يلا بينا. دي اللي بسرعة. انا مبسوط جدا من الطلبة اللي بتكتب نوتس معايا ولا شغال. ويا سلام لو الطالب يزبقني في الحل قبل ما انا اقول. كده انت بقيت شاطر? او انا مبسوط منك جدا. زرو بوينت ايت. يبقى دي. تسلا. يا ترى من التسلا? برافو عليك. البي. فايند زا انديوز ايم اف. بتوين زا تو انتز. هون ايه? نمبر وان. هيقول لك. هيقول لك ايه? لما يبقى بربندكرة. نمبر تو. لما يقول لك. يلا سليوشن الجميلة. يلا نحط الرول الاساسي بتاعنا. يلا شو بقى بتاعتنا يا ترى. اول ما يبقى بربندكرة. اتفضل اعمل وطلع لي. مصبور. طب اول ما يبقى لا يا مستر. يبقى سيتاب زيرو. وبالتالي الايم اف بالنسبة لنا اكولز تو زيرو. اكولز تو زيرو. خلصنا بتاعنا الجميل. تعالوا بنا نشوف بقى. يا ترى. احنا ايه استخدامات الالكتروماجن ايه هي بتاعتها? يبقى اللي بعده. وهنركز هنفوكس اكتر على مين? على 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 واحد ممكن يقول ليه? هي يعني ايه ديت? عبارة عن سوات ار ايدي كارنس? ايدي كارنس ار ايدي كارنس. في انهي شكل بنسميها ايه? خلي بالكم لو جيت تفتح الدكشنر بتاعك وتشوف ايدي يعني ايه? هتلاقيها معناها دوامة. وطول عمر الدوامة بتوب بقى ايه? برافو عليه بتوب صح كده? يبقى بتاعها بتاع الكارنس ده? بيبقى ثالا واخد شكل. مظبوط كده? ده امتى? طب خلي بالكم بقى. ده مرتبط بايه? في الالكتروماجنيتك? وليه يا مستر اصل ده? واحنا دايما ما اهتمدين في شغلنا كله على فطالما ده يبقى طالما يبقى ايزان هقدر اعمل للبيز بتاعة الالكتروماجنيتك اندكشن بتاعة وبتاعة مظبوط لو جبنا ولفناه وخلينا الكارنس يمشي هيحصل ايه? هيحصل ايه دي? ايه دي ايه? ايه دي كارنس? طب تعالوا كده نشوف ادي الواير. وبعدين ادي السورس. يلا شغل السويتش بتاعك. يلا بدأ الكارنس يعمل يعمل روتيشن يعمل روتيشن تحرك في في الحالة ديت تيجي تمسك الديفايز من برا هتلاقي الديفايز هيتد. ايه ده? الهيت دي جات من ايه? با هو لما تلاقي الكارنس عمال يلف حوالي النفسه. معناها انه هيعمل فريكشن مع الواير. مين اللي بتعمل فريكشن? اللي بتعمل فريكشن مع الواير. ازا الفريكشن ده يعمل ايه? يعمل هيت. عشان كده بتاع الايدي كارنس بنلاحظه في ايه? في او او اللي في البيت بيبقى جواه. الكويلز دي بتعمل هيت. فتسخن الاكل بسرعة مده موجودة عندنا في البيت. ازا نقدر نقول ايه هي بقى عشان نقدر نحط لها نمبر وان. يعني الافران اللي هي الكهربية. يعني بنقدر نعمل ميلتنج ليه الميتلز ايه كمان? يوز دي ان اندوكشن هيتنج اللي هي السخان الحراري او السخان الحس ايه كمان يا مستر? يوز دي انترين بريكس. نون از ايدي كارنت بريكس. يعني ايه? يعني انا ممكن اقصر بالبيكس اعمل عن طريق ان انا بديله كارنت من خلال ايه كمان? الايدي كارنت تيكنيكس ار كاملي. يعني بقدر استخدمها في عملية او عملية وبكده يا اصدقائي نكون خلصنا الليسون بتاعنا. اتمنى نكون استفادنا مع بعض. see you again and good boy. فهمت الدرس ده وقت التطبيق مع تدريبات واختبارات نافس. حمل الان.